موسيقى موسيقى السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في حساتكم حسات قصبينة نموذج نهار اليوم كالعادة نموذج آخر هو حقيبة يد لإنجاز هاد الحقيبة هو نموذج بسيط تبع معايا فقط المراحل سوف تنجيزينه بإذن الله بشكل مبسط نسحق خيط اللي ربط الخيط دو متر نربط عليه مجموعة من الخيوط كنت وجدتها لك ذات 2 متر ونصفة وللأخت الاختيار حسب الذوق التاحال حبه كبير شوية ولا صغير لها الاختيار شوف كيف شركبنا مجموعة الخيوط حول خيط الربط بغرزة الفيستان كالعادة ونقوم بمجموعة من النوبلا دائما اللي قلنا هي الغرزة الأساسية في الغرزة الأساسية في المكرامي بسيفة عامة الغرزة المسطحة والغرزة الطائرية اليوم طرقنا إلى الغرزة المسطحة لكن بما صار آخر نقوم بنسيج من الغرزة المسطحة بهذا الشكل شوفي دائما ناخد عدد زوجي من الخيوط شوفي نروح نجوز على كامل الخيوط بنفس الغرزة دائما و لا نترك فراغات كبيرة يعني لازم تكون هادي قدام هادي ننجز على الغرزة ثم نثبت في نفس الوقت شوفي هكذا الحقيبة هادي تتحقيها يعني في كل المناسبات أو في كل يوم يعني هي سهلة الحمل دائما نثبت الخيوط بالغرزة المسطحة و نلاحظ مليح بأنه ما تكونش ما نتركش الفراغات بش ما تكونش يعني عندها فتوحات كبيرة تكون مغلقة فالأخر يشكلنا ناسيج مغلق شوفي هاكذا نكملو لا ما هيش حجة كبيرة نواصلو بالغرزة المسطحة حتى آخر خيط هاكذا هاكذا هاوليك لحقنا آخر خيط دائما نسيج لنبلا أو للغرزة المسطحة نقوم في المرحلة الأولى كامل الخيوط نشدها بالغرزة المسطحة أما لما في الصف الأول هذه بنسبة للصف الأول لما ننتقل إلى الصف الثاني كنا أشرنا في عدة نماذج لما نبدأ ننجز الصف الثاني تشوفي معي بل نخلو خيطين هاكذا من الجهتين الجهة الأولى والجهة ثانية و نقوم بنفس العمل هايليك أيضا نبس الغرزة و نكملو هاكذا دائما قلت لك تشكلي الغرزة المسطحة وتتجبدي الخيوط مليح باش ما يكونش فتفحات كبار ما يكونش الخيوطة متلوقين شوفي هاكذا دائما تتجبدي مليح شيكون ب نسيج متماسك يعني صلب يكون الحقي بتليد شوفي و بعد نقول لك علاش خلينا هادو الخيطين في الجانبين لمجرد ما نكملو الصف الثاني هنعود نرجع لهادو الخيوط اللي خلينا هون في الول تبعي هاوليك دائما قلنا أخد غرزة بغرزة أو خيط بخيط ما خليوش الفراغات كبيرة دائما شدوهم مليح شوفي هنا قريب نلحقوه آخر مرحلة باش تشوفي كيفاش نبدو الخيوط وصلنا إلى الخيطين الموجودين في الطرف بعد ما كملنا الصف الثاني للغرزة المسطحة شوفي هاوليك الصف الثاني ما نستعملوش فيه الخيطين نبدو الصف الثالث رح نعتمد على هادو الخيطين اللذان تركناهما في المرحلة أو الصف الأول شوفي ركزي معايا دائما صف نترك خيطين وصف نغلق بهذا الخيطان شوفي هاوليك صف الأول تركناهم الثاني ما استعملناهمش في الثالث نغلق بهم هاكذا ونكمله حتى يتنتهي جميع صفوف للناسيج وتكملي بنفس طريقة مره تخلي ثنين مره تعود تربطي بهم الصف اللي يجي بعد الآخر الأول بعد الثاني ثالث تكملي بهذا الطريقات حتى تتحصلي على هادو النتيجة شوفي معايا هاملك خيطين الربط كنت وجدت لك النتيجة اللي بعد حتى تحصلي عليها شوفي مجموعة من النسيج الغرزة المسطحة هاوليك مره خلينا الخيطين ثنين هاملك مره استعملناهم مره خليناهم إلى أن ملحقنا الطول المناسب للحقيبة اللي أمامكم اللي كنتشاهدي فيها مبعد في الآخر نقص الخيوط بالمقص ثم نقوم بحرقها وأثناء الحرق نستعمل الدفعة والضغط بالأصابع هكذا شوفي معايا نحرق ونضغط دايما قلنا بإنهاء هاد الصوفوف نشكله النسيج اللي رأوا أمه أختي المتاهدة هاد النسيج في الآخر دايما نكيمل عادة في المكرامي معروف بقص الخيوط بالمقص ثم الحرق مع الضغط هكذا وبعد المرحلة هادي راح نبعد ما تبانش نشوف كيفاش نغطيوها لاحظة هاكذا دايما ثم الضغط نضغط بش تكسق مليح الأطراف للخيوط شوفي هايليك لاحظة هاكذا دايما نمر على كامل الحافة تعساك أو الحقيبة الصغيرة وبعد شوفي معايا كيفاش نركب البطانية ناخد أولا مقطع من البطانية زائد السحابة حسب حجم الحقيبة ثم نشد هاد الحقيبة عارفون هاد البطانية لما نركبوها هكذا ناخد المقاس شوفي معايا هكذا نشدها بالدبابيس يعني مقطع شدوه بالدبابيس ثم نلف الحقيبة بطريقة أخرى شوفي البداية على الحقيبة راح تكون هي الأخرى بعد ما نغطيو كامل هاد الأطراف راح نخبيوهم بالبطانية هنا يا ولو ميبانوش وبعد هك كيفاش نتخلصو شوفي تقريبا هاد هو الشكل النهائي طالح حقيبة وبعد تسأل الأخت تقول لي كيفاش نتخلصو من هاد الخيطين احنا في اللول كنا تحدثنا على هاد الخيط لي كنا مرة نتركوهم مرة نستعملوهم راح ندخلوهم بهاد الشكل شوفي تبقى لنا فتوحات ندخلو من خلالها هاد الخيط شوفي شوفي الشكل النهائي تاع الحقيبة هكذا متبانش شوفي بعد زيدو فتقب الموالي أو الذي يلي هاوليك 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 هاولي برك تخالها بالضغط على الثقب هادهك شوفي يخرج الخيط وحده ها لاحظي هادك الفتوحات اللي تركناها عندها هدف هاوليك شوفي معايا هايا هاده نوصلو يعني الجهة اللي المقابلة ونكملو دايما نشدو ذو كل الجهة اللي الأخرى كنت أشرت لك عليها هايا ثقب الأول اللي في الأعلى معا ضغط على الثقب الثاني شوفي معايا ونجبتها هاي اللي كبدت تشكل يعني الحقيبة صورتها النهائية وبعد في الأخير تركبي أو تخيطي البطانية مع السحابة هاي الليك كش تكون يعني أخير شكلها النهائي هكذا وكيف كيف نفس الطريقة وش تستعملنا هنا تستعملي في الجهة المقابلة لها وهذا هو الشكل النهائي أمامك الأختي مشاهدة مزيد من التفاصيل طلعي على كتاب حرفة المكرمية رقم 2 وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة